موسيقى والملك الظاهر وصل من منبج إلى حماة وساروا منها إلى حمص ثم ساروا منها إلى دمشق على طريق بعلبك فنزلوا عليها عند مسجد القدم فلما نزلوا على دمشق أتاهم الممالك الناصرية أتاهم الممالك الناصرية مع الملك الظاثر خضر بن صلاح الدين وكانت القاعدة استقرت بين الظاهر وأخيه الأفضل أنهم إذا ملكوا دمشق تكون بيد الأفضل ويسيرون إلى مصر فإذا ملكوها تسلم الظاهر دمشق فيبقى الشام جميعه له وتبقى مصر للأفضل وسلم الأفضل سرخد إلى زين الدين قراجة مملوك والده ليحضر في خدمته وأنزل والدته وأهله منها وسيرهم إلى حمص فأقاموا عند أسد الدين شيريكو صاحبها هذا هو الاتفاق واحد له دمشق والآخر له مصر بعد أن يزيحوا العادل بعد أن يزيحوا عمهم العادل هؤلاء ابناء صلاح الدين هذا صراع على السلطة وكان الملك العادل قد سار من مصر إلى الشام أنا أتيت بهذه الموارد حتى نعرف الأجواء نعرف النفسية نعرف التحليل نعرف كيفية التصرف نعرف سبب اتخاذ المواقف من قبل العادل من قبل من يحيط بالعادل من قبل من له علاقة في تشخيص مواقف العادل وتصرفات العادل وفي النتيجة نعرف عن الدولة الأيوبية المقدسة كما يعبر عنها أئمة المارقة وأئمة التيمية لنرى هذه لنرى صراعات الدولة المقدسة يقول وكان الملك العادل قد سار من مصر إلى الشام فنزل على مدينة نابولوس وسيرت جمعا من العسكر إلى دمشق ليحفظها فوصلوا قبل وصول الظاهر والأفضل وحضر فخر الدين جركس وغيره من الناصرية عند الظاهر وزحفوا إلى دمشق وقاتلوها رابع عشر ذل القعدة واشتد القتال عليها فالتسق الرجال بالسور فأدركهم الليل فعادوا وقد قوي الطمع في أخذها ثم زحفوا إليها مرة ثانية وثالثة فلم يبقى إلا ملكها لأن العسكر صعد إلى سطح خان ابن المقدم لأن العسكر صعد إلى سطح خان ابن المقدم وهو ملاسق للسور فلو لم يدركهم الليل لملكوا البلد فلما أدركهم الليل وهم عازمون على الزحف بكرة وليس لهم عن البلد مانع حسد لاحظوا التفد لاحظوا في حالة معركة وهم أخوان وهم أبناء صلاح الدين الفاتح محرر المقدسات لاحظوا التحاسد فيما بينهم لاحظوا وهم في الشر ويتآمرون في خطر وفي مواجهة عسكرية ويتآمر أحدهم على الآخر يحسد أحدهم الآخر يقول فلما أدركهم الليل وهم عازمون على الزحف بكرة وليس لهم عن البلد مانع حسد الظاهر أخاه الأفضل فأرسل إليه يقول تكون دمشق له أي للظاهر وبيده ويسير العساكر معه أي مع الأفضل إلى مصر فقال له الأفضل قد علمت أن والدتي وأهلي وهم أهلك أيضا على الأرض ليس لهم موضع يؤون إليه فاحسب أن هذا البلد لك تعيرناه تعيرناه ليسكنه أهلي يسكنه أهلي هذه المدة إلى أن يملك مصر فلم يجبه الظاهر إلى ذلك ولج فلما رأى الأفضل ذلك الحال قال للناصرية وكل من جاء إليهم من الجند إن كنتم جئتم إن كنتم جئتم إليه فقد أذنت لكم في العود إلى العادل وإن كنتم جئتم إلى أخي الظاهر فأنتم وهو أخبار لاحظ خرجوا أو خرجوا في معركة ضد العادل حصل التحاسد بينهم وانقلبت النيات وحصل التأمر فيما بينهم وسنرى إلى أين تصل الأمور يقول وكان الناس كلهم يريدون الأفضل فقالوا ما نريد سواك والعادل وأحب إلينا من أخيك فأذن لهم في العود عادوا إلى العادل يعني هنا تأمر الأفضل على أخيه فأرسل الجند والعسكر إلى العادل إلى عمه لقتال أخيه لنرى يقول فهرب فخر الدين جركس وزين الدين قراجة الذي أعطاه الأفضل صرخد فمنهم من دخل دمشق ومنهم من عاد إلى إقطاعه فلما انفسخ الأمر عليهم عادوا إلى تجديد الصلح مع العادل فترددت الرسل بينهم واستقر الصلح على أن يكون للظاهر منبج وأفامية وكفرطاب وقرى معينة من المعره ويكون للأفضل صميصات وسروج ورأس عين وحمليين ورحلوا عن دمشق أول المحرم سنة ثماء وتسعين وخمسمائة فقصد الأفضل حمص فأقام بها وسار الظاهر إلى حلب ووصل العادل إلى دمشق تاسع المحرم وسار الأفضل إليه من حمص فاجتمع به بظاهر دمشق الأفضل ذهب إلى العادل فاجتمع به بظاهر دمشق وعاد من عنده إلى حمص وصار منها ليتسلم سميصات فتسلمها وتسلم باقي ما استقرت له رأس عين وسروج وغيرهما لاحظ يعني تآمر على أخيه وصار يجتمع مع عمه أقول أعداء الأمس أصحاب اليوم ثم أعداء فأصحاب وهكذا بين غدر ومكر وتآمر وخداع وتآمر وخداع ومناصب وأموال وفساد فيما المجتمع المسلم في ضياع وجياع يأكل الأحياء الأموات بل قتلوا الأحياء من أبناء وأرحام فأكلوهم من شدة الفقر والجوع والجوع الذي أصابهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وخداع شكرا